لا استرس لا استرس لا استرس مزيد متواصلة معكم وقاية نعمل ودورة على الفنانين اخبارهم وجديدهم في اسمع وفلت اسمع وفلت نبدو بالفنانة الاستعرضية نجلة تونسية اللي اكدت انها تكون كل الحب والاحترام بيصير للاعلمي هادي الزعيم نظرا التمتعب بالعديد من صفات اللي تتمنى انها تكون في الرجل اللي تحب تعرص به معناها الرجل المثالي عند نجلة التونسية هو هادي الزعيم الاعلامي هادي الزعيم ده نوجه له تحية قالت نجلة خلال استضافتها في برنامج احنا الكل على قناة تونسنا فما برشة اعلاميين نحبهم ونعزهم هما اصدقائي اما وحطوا لي ستر تحت اما الاعلامي اللي نحب يكون من صفات الرجل اللي بيش نعرس به هو هادي الزعيم وقالت زيدا انا نحب الرجل الناجح وهادي ناجح في كي برشة يعرك فيش يخدم صاحب صاحبه ماهوش غدار دقيقي ركز في التفاصيل في خدمته ويشوف الصغيرة قبل كبيرة محافظة على حياته الشخصية الناس ما يعرفوش برشة على حياته طيب رغم اللي ما يظهرش وسيم وعنده كاريزمة قوية كين مشيله قلبي دق خطر يعجبني ونخاف من اسئلته وقالت هادي هوت كلك على بعضك حلو اشكون كيفك يا هادي زعيم نجلة تونسية بكلها وهي تبركة شو قدش من صيفها معناه يا تاتا في هادي زعيم هو المحالة ان نشاركوها هادي الاعليمي هادي زعيم به برشة وذكيه كيما قالت نجلة التونسية ورجل خداية مشالا ربي يوفقونت على داول العركة التي لن ان شاء الله ان شاء الله توفى المحالة اما اضع فين ميش ناوية توفى الاعلمية باية زردي ردت على تصريحات خولة سليماني مؤخرا اللي اكدت فيها انه باية زردي قبلت العمل بدون مقابل في مستسل قلب ذيب اللي تم بثه على قناة الوطنية في رمضان الحكاية ذي ميش بشتوفة البراح في جودي تو قالت باية زردي خولة تكذب في لي قالتو الكل اللي حكاية العقد صحيح ما كانش عندي عقد معاهم والحكاية انفبركة بشهادة المخرج وفريق الانتاج وبسام الحمراوي ويوضح صحيح انا ما ناقشتش العقد وقالت زيدة انا عملت معاها الخير عليش تكذب علي وتعمل معايا هكا وقالت خدمت وصورت معاهم لجوة الصباح وقت اقتراح اقترح علي بسام الظهور في الجزء الاول على اساس بش يكون عندي اربع مشاهد وعدني انه في الجزء الثاني بش يكون عندي دور قائم الذات واكدت ان هي ساعدت خولة سليماني في انها تكون متواجدة في برنامج اللي بعده ووضحت وقالت جاتني تبكي وقالتلي نحب نكون موجودة معاكم في برنامج اللي بعده منعش عليش تبكي معنى بش تكون موجودة في برنامج هذين في متهيش وانا كلمت المسؤول على الانتاج في البرنامج طلبت منه انه خولة تكون موجودة معانا في البرنامج ومسا ما سمعتش منها حتى كلمة شكر واتقلبت عليها واعلنت عليها الحرب تصرفيتها وتصريحاتها مقيت منقول ومقيت منن مذابية توفى الحكاية معنى في اقرب فرصة معنى سيبعون يزي خولة قالت بيا قالت معنى مش نقده كل مرة هذي تقول وهذي ترجع مذابينة حتى من الاصدقاء ولا الاحبابي اما يدخلوا بالصلح بيناتهم وإلا كان في صورة ما ما فاماش الصلح ما فاماش طريق للصلح معنى كل واحدة تكتفي بهذا القدر من التصريحات وبهذا القدر مش هتقموا من الكلمات ومسلمات باش نتعديه للفنان التونسي اللي منورنا في The Voice Senior اللي هو السيد حسين فضلاوي اللي حجز سيبعون مقعد متاعه النصف النهائي في برنامج The Voice Senior على قناة الان بي سي بعد ما اختاروا ملحم زين رفقة الفنان اللبناني عبدو ياغي وقد حسين اغنية الفنان صباح فخري ابعت لي جوابه طمني يعني انا طمنتك وقوتك شاء الله مبروك عليك يا حسين الفضلاوي وبرشة من اعضاء لجنة التحكيم قالوا لي اداءه كان طيار على الاخر وهاني شكر قال انه حضوره كحضور شاب عشريني وقالت ساميرة سعيد انها تتعلم منه الدروس وهذا ما يجم يكون كان يشرفنا ويشرف تونس في The Voice Senior باش نختملكم بالممثل الكوميدي كريم الغربي اللي اعتبر انه حوار اعتبر في حوار خطف مع أرابيسك انه تجربة التنشيط اصعب من تجربة الكرونيكور نظرا انه ايقاع الحلقة باكملها عند المنشط ودوره مش مقتصر على اضحاك الضيوف وإلا المشاهدين والفتو قال انه هناك اسألة يجب طرحها والانتقال بسلاسة بين فقرات البرنامج اضافة الوقوف والعمل مع الكاميرا وحاول اضافة اللي باش تقدمها تجربة التنشيط اكد كريم الغربي انها اضافت له برشة برشة نظرا انه باش يدخل بها لكل دار تونسية وباش يحكي كما اقول له احنا يكون حاضر مع كل مشاهد تونسي ببرنامج عائلي ونظيف اضافة لانه فكرة البرنامج جديدة واكد انه بعد نجاحه كستانداب وممثل كوميدي في السيد كوميت وكاكرونيكور يعتبر انه نجاح في التقديم التلفزي وقال هذا تحدي بالنسبة لي خاصة انه التشكيك معناها برشة شكو في النجاح متاعه كمنشط وبالمناسبة ذي نسلم عليهم برشة هو لما حالة ما تجم تجاوب العبيد اللي تشكك في نجاحك وتشكك في قدراتك كان بالنجاح في حد ذاته معناه إلسوا في انه الناس حبتك وإلسوا في انه الناس فرجت فيك وإلسوا في انه الناس صفقتلك وتشدت للحلقات متاع البرنيمجة متاعه سكو انتي ناجح يا كريم الغربي وأنا من هنا نحييك ونقول لك بغافو كانت هذي أسمع وفلت ليوم أسمع وفلت شتعة دولة الموزيكة ميجا